السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهار ده هنبدأ نتكلم عن موضوع الساد بشكل مفصل. هنبدأ نتكلم ايه هو نظامه وايه مميزاته بالزبط. كان نظام تعليم مختلف عن باقي الشهادات التانية. وهنشرح كل حاجة بالتفصيل. يلا بينا نبدأ الحلقة. مبدئيا اول حاجة لازم نعرفها ايه هو الساد. الساد اختصار لكلمة او امتحان احتحديد مستوى اكاديمي. طبعا عكس ما الناس كلها فاكرة الساد غير الامريكان دبلوما. ان في ناس كتير بتغلط في الحكاية دي. الامريكان دبلوما هو نظام مدرسة. ولكن امتحان الساد امتحان خارجي. اي حد يقدر يمتحنه حتى لو ما كانش في مدرسة او في هاي سكول. ولكن هو موجه لطلبة الامريكان دبلوما يعني بمعنى طلبة الامريكان دبلوما في معظم جامعات العالم بيحتاجوا منهم كمان الساد اضافة على شهادتهم عشان خاطر يقدروا يقدموا في الجامعة. وان شاء الله في حلقة تانية منفصلة هبدأ اشرح ايه هي الامريكان دبلوما بما ان انا خدت الاتنين. واقدر اشرح لكم بالزبط ايه هي الفرق ما بينها وما بين الساد. اهم الميزة في الساد طبعا ان هو معترب بيه عالميا. وبالتالي احسن من شهادات كتير زي السنوية العامة مسلا المصرية او اي لزلك او اي من الدول العربية. هو شهادته امريكية. فبالتالي انت تقدم به بدون اي مشكلة في اي حتة في العالم في ايه جمعة. امتحان الساد مقسوم لنوعين. ساد وان او ما يعرف بساد تو. ساد وان مقسوم لماث وانجلش والانجلش مقسوم لسكشانين. سكشان رايتنج والماث كذلك مقسوم لسكشانين ولكن فيه سكشان بدون كالكوليتر وسكشان بكالكوليتر. بالنسبة لساد سوبجك تست او ساد تو هو عبارة عن عشرين امتحان انت بتختار منهم اه اللي انت عاوزوا بالزبط يعني انت مسلا ممكن تبتحن امتحان وممكن يبتحن تلاتة اربعة في نفس الوقت. وبتبقى في خمس مواضيع رئيسية. الانجلش والماث والساينس والهيستوري واللانجوجيز. بمعنى مسلا في الساينس بتشمل مسلا البيولوجي الفيزيكس الكيميستري. في الانجوجيز ممكن الفرنش مسلا. في الماث طبعا في اه ماث ليفل وان وماث ليفل تو. وفي الانجلش طبعا في ريدينج او لتريتشر. وفي الهيستوري مسلا في وهكذا. طبعا حسب ما الجامعة تطلب منك انت بتاخده الامتحانات. بمعنى ان انت مسلا ممكن تمتحن سات تو بس او تمتحن سات وان بس او تمتحن الاتنين مع بعض او حتى مسلا في سات تو ممكن تمتحن سبجيكت معينة مسلا لو انت مقدم على طلب ممكن تمتحن بيولوجي بس او لو انت مقدم حدراسة ممكن تمتحن فزيكس او مات بس. فانت بتشوف الجامعة اللي انت مقدم عليها هي طلبة ايه بالزبط منك المواد. ممكن تطلب منك SAT-1 بس فبالتالي SAT-2 مش هتحتاج تحضر له او تمتحن بالنسبة للنظام في SAT هو عبارة من 1600 في SAT-1 وتمنمية لكل مادة في SAT-2 بمعنى في SAT-1 انت عندك 800 للماث وتمنمية للانجليش اللي هما الريدنج والريتنج مع بعض وده بيبقى اجباري الاتنين مع بعض لازم يتاخدوا مع بعض في SAT-1 فانت لو دخلت واسم امتحن SAT-1 ما تقدرش تاخد الماث بس او تاخد الانجليش بس لازم تاخد الاتنين مع بعض بيبقى سكرهم من 1600 بالنسبة ل SAT-2 كل مادة من 800 يعني مثلا لو امتحنت مادتين يبقى يحسب لك 800 مادة الفلانية وتمنمية للمادة الفلانية التانية الحاجة الوحيدة الاختيارية في SAT-1 وهي اللي بيضاف ولكن بيبقى لو سكر لواحده وده انت بتختار هتسجله ولا لا وانت بتسجل من الامتحان الاول خالص يعني بتضيفه للامتحان ولا لا مع SAT-1 فانت طبعا بتشوف الاول الجامعة بتطلبه منك ولا لا وبعد كده بتسجل فيه طيب يعني نبدأ نشرح دلوقتي ازاي تقدر تسجل في SATA سيب لكم في الموقع الكلج بورد دي الهيئة اللي مؤسسة SAT ومن خلال الموقع هتقدر تسجل السناتر وتقدر تملى البيانات عشان هتتسجل في الامتحان ولكن هنبه لكل الناس ان هم اخدوا بالهم هم بيبلوا البيانات بتاعة الباسبور يملوها بالزبط زي ما موجودة في الجواز بدون اي تغيير لاي حرف في اسمك او رقم الجواز او اي كان لان اي مشكلة بتمنعك من دخول الامتحان لو رحت السنتر الصبح مسلا واكتشفوا ان انت اسمك مختلف عن الجواز ولو حتى بحرف ممكن ما يدخلكش الامتحان ويل لك الامتحان تمام انت بعد ما بتملى البيانات في الابليكيشن خلاص بعد كده بتاخر خطوة بتختار بس السنتر انت بتشوف حسب البلد اللي انت عاد فيها او المدينة اللي انت عاد فيها ايه هو السناتر الافيلة والهو بيزهر لك على الشاشة ايه الاماكن اللي ممكن تمتحم فيها بتشوف اقرب واحد ليك وتسجل فيك رسوم دخول الامتحان بتبقى حوالي مئة دولار ولكن ممكن تزيد شوية لو هتقطر مواد في سات 2 خلصنا كلام على التسجيل وهنبدأ نركز الوقتي ازاي تقدر تحضر الامت امتحان الساد تحضير امتحان الساد بياخد شهور طويلة اخدوا بالكم الموضوع ده ومحتاج تدريب كافي ان انت تحل امتحانات كتير وتحل النمازج وبالذات اللي هي او الامتحانات القديمة يعني مسلا انت داخل في الفين وعشرين مسلا تحل امتحانات الفين وتسعتاشر والفين وتمنتاشر كلها لان بتبقى محدودة بمعنى مسلا عندك اربع او خمس محاولات في شهور معينة في السنة ودي برضو تقدروا تلاقوها على موقع الكوليج بورد مواعدها بالزبط فبالتالي انت ب بيبقى عندك بس فرص قليلة ان انت تمتحن فبالتالي انت محتاج ان انت تستغل وقت قدر المستطاع وان انت تحاول تحضر كويس قبل ما تخش كل ترايل اهم النقطة الناس لازت تكون عرفاها ان انت حان الساد بتاعه بيبقى بعد سنتين بمعنى انت لو طلالك تقدر تستخدمه وتقدم به في جماعات لمدة سنتين لو عد اكتر من كده اعتبر خلاص من الوش اي لازمة فبالتالي زي ما ذكرت انت عندك ترايلز الوقتي محدودة عندك في السنتين دول مثلا تمن او عشر ترايلز فانت ت تبقى مربوط بعدد شهور معينة وبالتالي انت بتحاول تحضر بقدر الامكان انت تجيب سكور في المحدودة دي طبعا الناس كتير هتقول لي يعني عشر ترايلز ده يعتبر كفاية جدا هو اه عدد كافي في سنتين انت تنتحن عشر مرات ولكن امتحان الساد غدار جدا يعني بمعنى ان انت ممكن تنتحن كزا محاولة ممكن تقل في مسكور مسلا تجيب بعد المحاولة اولى مسلا محاولة تانية تقل في الاسكور فبالتالي مش ضامن ممكن الامتحان الجاي يكون اصعب الليفل بتاع الامتحانات ما بيبقاش ثابت ساعات بيبقى امتحان او في شهر معين اصعب من اللي قبله نصيحة مهمة لكل الناس ان انت تاخد تجريبية حتى لو مش محسوبة قبل ما تخش الامتحانات بمعنى ان انت مسلا لو ما قدم على الجامعة وانت في اولى سنوي انت في اولى سنوي لو امتحنت مش هتتحسب لك الترايل على ما تخش الجامعة لانك ما تخلص تانية و تالت سنوي هيكون عدى اكتر من سنتين ولكن ا انا انصح الناس ان هم يخشوا حتى لو في اولى سنوي او حتى في تالت اعدادي ان هم يخشوا الامتحان ولو لمرة عشان خاطر اكسروا رهبة الامتحان 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 بيبقى ضغط ويبقى مدة اربع ساعات فبالتالي انت بيحتاج تركيز كافي في الكل ترايل فانت بتتعود نفسك على ضغط الامتحان التحضير للستاد انصح ان هو يبقى عن طريق مدرس او مع مدرس متابع معاه لان هو المدرس بيبقى عارف بالزبط ان زمن الامتحان عبارة عن ايه ازاي تقدر تحل الريدنج ازاي تقدر تحل الماث ايه القواعد الجرامر اللي تقدر تستخدمها في الرايتنج وهكذا بالنسبة للمدرسين يعني تقدر انت لو انت في المدرسة مسلا في الامريكان دبلوما بيبقى اغلب اللي تربط الامريكان دبلوما بيخشوا الساد فبالتالي مسلا المدرسين اللي بيبقوا في المدارس اللي تدي امريكان دبلوما بيساعات بيدوا دروس ساد تبقى او في سنتر مسلا في مصر في سناتر كتير للساد موجودة ومدرسين مشهورين تقدر تاخد عندهم واتبع مع معهم لمدة ثلاث شهور ولا حاجة قبل الامتحان او لمدة مسلا شهرين والشهر الاخير تقدر تذكر مع نفسك وتقدر تتضرب وتحل امتحانات سوق زي ما قلنا وكده وهسيب لكم برضو في موقع اسمه ده موجود عليه امتحانات كتير وموجود عليه مثلا لوحدها وحاجات كتير تقدر تحلها بجانب الامتحانات القديمة اللي انت هتحلها الموقع ده موجود عليه نمازج كتير وانا بنصح بالنمازج اللي تكون مقربة لليفل الامتحان انا مثلا كانت باشتري كتب زي بارونز او برينستون الكتب دي كانت كويسة جدا ومعمولة من جامعات كبيرة في امريكا ولكن مشكلتها ان الليفل بتاعها صعب فانت لازم تعود نفسك على الامتحان للمتحان بيبقى لو افرج فيه امتحان بيجي صعب فيه امتحان بيجي سهل ولكن هو لو افرج فيه بعض النمازج وبعض الكتب بتجيب لك امتحان صعب شوية الليفل بتاعه صعب ده بيبقى كويس بيدربك على ان انت تحل الاسئلة الصعبة ولكن هو بيعقدك لان الامتحان بيبقى ضغط بيبقى انت محتاج تخلص في وقت معين مسلا انت عندك عشرين سوء الف عشرين دقيقة محتاج كل سوء الف دقيقة لو كل سوء صعب هتاخد وقت طويل او عشان تحل الامتحان فبالتالي انت ما تدربتش كويس انت محتاج يكون الليفل كويس ماشي تدريجي فانت بتشوف النمازج الاقرب لليفل الامتحان ودي موجودة طبعا على وموجودة في الامتحانات القديمة اللي انت تقدر تجيبها من مدرسين السناتر مسلا في مصر او في اي الدول العربية وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى تكون استفدتوا يا رب واتمنى النجاح لأي حد يخش الساد لانه فعلا امتحان ضغط جدا فاتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقكم كلكم واشوفكم من حلقة الجاية سلام